طيب هنروح للوقتي لزميلنا كريم أحمد من فندو الإقامة عشان نعرف منه آخر الأجواب بتاع ماتش النهاردة فضل يا كريم مساء الخير عليك كابتن آيمن شوق كل التحية لكم لكل مشاهدين وكل جمهور نادي الأهلي يا رب إن شاء الله بإذن الله كل الأمور والظروف والمناخ النهاردة تكون مع فريق النادي الأهلي مباراة غاية في الأهمية والصعوبة وتحدي كبير في المشوار الأفريق الحلم الكبير لكل جمهور النادي الأهلي الآية وفيفيت كلاب الكنغولي على استهد القهرة في تمام التاسعة مساء كل الأمور الحمد لله بالنسبة لفريق النادي الأهلي لل Sansاعدات الفنية وتركيز اللعبين كل الأمور دي الحمولة طبق من عليها بشكل كبير جدا مع لعيب النادي الأهلي سواء في التدريبات أو في فندو لقامة حالة من التركيز كبير جدا لعيب النادي الأهلي عرف قيمة هذه المباراة وعرف المرحلة والتحديات الكبيرة اللي لابد يكون فيها تركيز كبير جدا من لعيب النادي الأهلي والجهاز الفني يمكن زي ما بنقوله بنأكد عكبتان أيمن في كل مرة مهما كانت الإصابات ومهما كانت الغيابات طول ما الجمهور بيساند لعابة النادي الأهلي وطول ما لعابة النادي الأهلي عندها هدف وحيد هو إسعاد جمهور النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله توفيق ربنا يكون معنا الكل بيجتهد لعابتنا بتجتهد بيتسو موسماني بيحاول يبقى في قراءة فنية مميزة جدا لكل المنافسين فيتا كلاب يمكن راجل أراب شكل كبير جدا فرج اللعيب على أكثر من هايلايتس وأكثر كمان من مباراة كل اللعيبة ذكرت واجباتها الجومية والدفعية لكن يتبقى التوفيق إن شاء الله نهارده اللي بنعمل إن ربنا يكون موفق لعابة النادي الأهلي النهارده ونقدر خطوة بخطوة نتخطى هذه المباراة نستكمل مشوارنا في المشوار الأفريقي لكن أولا نقدر إن شاء الله نتخطى ونصل إلى دور ربع النهائي إحنا طبعا متوجدين يا كابتن آيمن في فندو الإقامة خلاص كل الترتيبات انتهت لحظات بسيطة جدا وتوجه لعابة النادي الأهلي إلى استاد القاهرة اللي هستابل هذه المباراة فندو الإقامة قريب جدا كان خمس دقائية أو ست دقائية بالكتير يكون لعابة النادي الأهلي متوجدة فتحركنا إن شاء الله بإذن الله يكون سبعة وخمسة أو سبعة عشر إن شاء الله على استاد القاهرة اللي هستابل مباراة اليوم يا رب ان شاء الله كابتن ايمن كل الظروف معنا دعواتك طبعا ودعوات كل جمهور النادي الاهلي ان احنا نكون مركزين واضح بيتسو مسماني مقهية اللعيبة نفسية بشكل كبير جدا دوافع اللعيبة متجددة تركيز اللعبين بنشوفه في فندق لقامة كل الامور دي ان شاء الله بإذن الله ندخل بشكل قوي جدا في المباراة من اول ديئة قتال وحماس وإصرار وعزيمة ده اللي طلبينه من نادي الاهلي لو لعيبة النادي الاهلي عملت كل الامور دي ان شاء الله بإذن الله التوفيق وكون معنا وبإذن الله الجدية والإصرار وروح النادي الاهلي وشخصية النادي الاهلي دي اللي بدراهنا عليها كل مرة مباراة النهاردة محتاجة الجهد الكبير مش محتاجة الفنيات الكبيرة لان خلاص لعيبة النادي الاهلي قارت وشافت وممكن بيتسو مسماني تكلم اكتر من مرة مع لعيبة النادي الاهلي على الجوانب الدفاعية التكتك الأمور هتبقى عاملة ازاي الجيم كمان راجل موزعه هيجي فيك هدف تحرز هدف كل الأمور دي بيشتغل عليها بشكل جيد جدا بيتسو موسماني لكن يتبقى إن شاء الله لعبتنا يكون عندها إصرار وتقدر تنفذ كل الأمور وكل الجمل التكتكية اللي طبقها بيتسو موسماني فيه 8 ساعة الماضية فيه تدريباته على استاد مختار التكتش يارب إن شاء الله يكون يوم سعيد داءا ونتيجا إن شاء الله يقدر النادي الأهلي يتخطى مباراة فيتا وخطوة وخطوة إن شاء الله النادي الأهلي يحافظ على لقب بطول الدوري أبطال أفريقيا عود لك من جديدة كابتن آيمن شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد وأكيد متواصلين معك إن شاء الله لما توصل للأستاد بإذن الله كريم وإن شاء الله بعد المباراة كمان لما النادي الأهلي يفوز بمشيئة الله